عشرة ونص حداعش إلا بيجينا اتصال من ساعات لواء وهيدي أمور أنا عم بكشفها لأول مرة لأول مرة وبتمنى ما تلاقي زعاج عند أي حدا أهلا بكم بهذا اللقاء الخاص مع الشيخ أحمد اللقيس عبره هنا لبنان أهلا وسهلا فيك سمحت الشيخ حضرتك إمام جبيل ونجل مفتي المنطقة يعني طبعا خلال هالأيام اللي ما رأيت كنت متصدر الصفوف لدفاع عن أهالي شهداء تفجير مرفق بيروت وأيضا على خلفية التوقفات اللي صارت لويليام نون وبيتر وآخرين أيضا يعني داش حسات أنه لازم تاخد هيدا الدور كونك ابن المنطقة ولا عندك دور تاني حبيت تلعبه أولا نحن بهذا البلد كمواطنين آآ مش مفروض نكون عم نلعب أدوار أنا إمام مدينة جبيل ومنطقة سقط منها خمس شهداء هاي أول شغلة الشغلة التانية أنا معني بالموضوع كأي مواطن لبناني بدو يعرف مين فجر مرفق بيروت مين فجر بيروت مين كان السبب بكمية هالضحايا والشهداء والجرحة والمشردين والدمار والخراب اللي حاصل ثانيا بطبيعة أي إنسان عنده نخوة بده يركض يوقف حد أهله وحد ناسه وحد شعبه وحد أولاد منطقته حتى صهرت يعني أول ليلة كل الليل مع الأهالي بطبيعة الحال يعني هاودي أهلنا أنا فلات على وجه الضوء على شه الساعة ثلاثة أتطمن عن بير جورج صومة كمان اللي أصيب تعرض للضرب والاعتداء أصيب بمنطقة الجبال هاي قضية كلنا معنيين فيها أي لبناني معني فيها من أي طائفة كان من أي لون كان من أي حزب كان مجرد أنه هو مواطن لبناني طيب إذا كنتك شفنا هيك شوية كواليس من ما جرى في الليلة الشهيرة وأيضا الليالي الأخرى أو الأيام الأخرى شو فيك تقول؟ شوف نحنا ببلد منتغطى للأسف كلنا بالأنون لكن نحنا مناخد إشرة الأنون اليوم أهالي ضحايا الانفجار هني ناس مفجوعين وكل اللبنانيين مفجوعين لكن مثل ما بقول المثل الجامرة ما بتحرق غير مطرحة فهن ناس مفجوعين وحقهم ينبشوا على الحقيقة لكن السؤال اللي بتيجي أنت على طرحه أي حادثة كبيرة صارت بلبنان ونكشف الفاعل فيها ما في قضية أغذية للشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية طبعا نحنا منعرف مين الجهة لكن التحقيق ما أفضل إلى شيء طلع شيء رسمي طبعا اغتيال رنام عوض رنام عوض كثير الرئيس الشهيد رفيق الحريرة النواب والوزراء حتى إذا طلعت الحقيقة ما بيكون فيه يعني تحقيق عدالة طبعا شهيد طلعت الحقيقة ولكن ما طلع تحقيق العدالة طيب يعني إذا بنا نحكي شوية خبايا ناس ما بتعرفها بعد من اللي صار خلال التحقيقات جوا خلال تواصلكم مع مين توصلتوا مين اتصل بمين هايدي الأمور رح كون معك صريح يعني وأن الناس تعودت مني على كلام بصراحة أنا ولا أي شخص اتصل اتصل فيني على توقيف وليام أنا كنت عم بخطب الجمعة وذكرت بخطبة الجمعة أنه التنان هني عندهم جلسة تحقيق لأنه أنا قبل بنهار يعني يوم الخميس كنت عم بحكي أنا وويليام قال اليوم كانوا طالبيني ورجع عطيونا خبر أنه ننزل يوم التنان وأنا خطبت بخطبة الجمعة وقلت إذا التنان بيطول التحقيق أو إذا بيصير فيه خطأ مع أهل الضحايا مفروض ما يكون عم نتحرك وبالحرف قلت أنا محضرين مفاجأة يعني حضرتك لدعات للتحركات على الضغطة أنا دعات بخطبة الجمعة على أساس يوم التنان وإذا بتفاجأ بعدها بساعتين أنه وليام معزوم على فنجان قهوة معزوم على فنجان قهوة نزل على أمن الدولة طول على فنجان ضلوا لتاني يوم الدكوانة شوف رح كون معك صريح الأجهزة الأمنية ما إلا عليها أي جهاز كان جهاز أنا بقول لك ممكن يصير الخطأ بالتعاطي جوه بالداخل بالتحقيق بمدرية المخابرات بمدرية أمن الدولة بشعبة المعلومات هون بترجع التعاطي بداخل قلبها المديرية الإشارة قضائية هي الإشارة حتى إشارة تفتيش البيت مش أمن الدولة كان عبالهم يطلعوا يفتشوا البيت هن يعتبروا أنه أنت بلبنان ممنوع تجيب سيرة القضاء لما يكون القضاء عادل ما حدا بيجيب سيرك لما يكون القضاء منصف بس في شيئة أخرى جابت سيرة القضاء وهدت القاضي طريق البطار وما حدا قرب صوبة نحنا دايما يعني كيل بميكيالين البعض بيقول شوف لو قد ما كان الكيل بميكيالين دائما ما بتمشي إلا لغة الدولة وما بتنجح إلا الدولة على مدار سنين وهذا الشيء بيبين عبر التاريخ حكينا ما حدا اتصل فيك ولكن ما نتصل يعني يخرج وليام نون تاني يوم مش يضل الموضوع للتانين سمعنا البطاركي يتحرك شوف رح أكشفوا من البداية اللي صار اللي صار اللواء صليبة كنا على تواصل معه وعبر صديقي العزيز إلي صليبة توصلنا مع ساعة اللواء وعلى أساس بالبداية ما فيه توقيف إنما هي إفادة بينما كانوا طلعوا وفتشوا البات إذا لقوا متفجرات ديناميت إيه الديناميت وإذا فيه شيء على تليفونه الإشارة من القضاء ما بعرف لها كانتها الأد شادة على التليفون وأنا سألته لو وليام ونزلت على غرف التحقيق وهون بالدور بدي نوه بدور العقيد طعمة رئيس فرع التحقيق اللي كان فعليا يعني متعاون مع المتعاون مع الكل يعني أمه نزلت شافته أخته خطيبته كل اللي كانوا موجودين بالداخل معنا الكل كان عم بيشوفه وغرفة التحقيق ما كانت مسكرة والكل كان متعاون ومتساهم ركزوا على التليفون ركزوا بالبداية على التليفون فأنا نزلت له عند وليام وسألته قلت له يا وليام فيه شي على تليفونك هلقد التليفون مش هدد عليه قال لي أبدا فيه لأي إنسان عنده واتساب على تليفون وبيتوصل مع رفقاتي وأصحابي وفيه المراسلات فيه العفوا التشاتس طبعا إذا فيه مراسلات قضائية بموضوع التفجير أما غير هيك ما عندي شي ياخدوه للتليفون كانت تشديد جدا والتليل إنه ما محى الواتساب لا 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 ما محيون وعطاهن التليفون كان فيه محيون يعني صحيح وكانت بالبداية المقايضة إذا بدك إنه بيتسلم التليفون وبيطلع وليام هيك بلشت المقايضة بالبداية إنه بيتسلم التليفون بيطلع وليام بعدين تحولت بيجي بيتر بيطلع وليام لا قبل يعني هذا الكلام وصلنا لمرحلة نحن عم نحكي ونصرنا ش ساعة عشرة ونص احداعش إلا بيجينا اتصال من ساعة اللواء وهي دي أمور أنا عم بكشفها لأول مرة لأول مرة وبتمنى ما تلاقي زعاج عند أي حدا لأنه هدا خلا بيحكي الحقيقة اتصل ساعة اللواء وقال الأمور منا إيجابية بس الطريقة اللي كان عم يحكي فيها مبين أنه مزعوجة يعني منه مضغوط عليه مش مضغوط عليه بالعكس هو ما كان بده لا رح قلك رح احكي الكلام كما بيقوله عن لسان اللواء لكن مش ما بنسبه لأله لكن أنا عم قلك اللي أنا شفته وسمعته اللواء ما بده يجيب ويليام وما بده يطلع يفتش البيت وما بده يجيب بيتر وكان منزعج لما انطلب بيتر على مديرية أمن الدولة ولما تقايد الملف بيجي بيتر تيطلع تيطلع ويليام من التحقيق بالليل بيبلغنا انه الملف فيه سلبية ما فيه إيجابية بده يستبقي على على ويليام بده لك على شي هون الجدير بالذكر انه كان فيه إشارتين كان فيه الإشارة موضوع البلاغ البحث والتحر اللي نزل على ويليام واللي هو ما كان مفروض ينزل الأمر الآخر القاضي استبقى ويليام بموضوع تحقيق عند أمن الدولة استبقى للصبح غير موضوع مذكرة البلاغ البحث والتحر بموضوع بلاغ البحث والتحر كمان مديرية قوة الأمن كانت متعاونة جدا ومشكورة يعني بالتحر كمان طلبوا انه نرسل انه أمن الدولة ترسل الاستنابة القضائية اللي عليها البلاغ البحث والتحر تأيجوا ينفزو كمان هون بدي أشكر العيد بعصيرة وطبعا قائد الوحدة العميد كارنيب اللي كانوا متجاوبين جدا انه اذا بتبعتوا لنا الاستنابة القضائية من مديرية أمن الدولة الى تحر بيروت نحن ضغر ان شاء الله من لبية لكن بطبيعة الحال هنه كانوا بيراجع القضاء الدولة يعني يبحث عن واليمنون او يلقي القبض علىه مش غير جهاز استفسرتوا شي بهذا الاطار هل كان مقصود الموضوع ما اني عارف اذا كان فيها دلالة سياسية او شي لان احنا ما رجعنا فيها ولا اتبعنا فيها الموضوع لكن القاضي بيرجع الامر لأي جهاز هو بيحول الملف ما بعرف اذا كان فيها دلالة سياسية او دلالة امنية لكن حكى انه البطرق اتدخل حكى انه حتى قيادات سياسية اتدخلت للافراج عنه بنفس الليلة او ربما باقصى حد تاني يوم مش يضلت تانين وبهالوقت كانت والد طولة وليا موجودة جوا ومع النواب يعني ما اخذ بعين الاعتبار اي اعتبارات خلينا نقول عاطفية خلينا نقول اخلاقية لبعض بيقول شو لاش هيك الامور صارت اللي جوا كانوا بالتحقيق حتى بمحل اذا بدك ما حداش كان له عين عم يتطلع بامه لويليام بغض النظر يعني النواب اللي كانوا موجودين والمحامين الاسادزة وإلى ما هنالك طيب من ضغط اكثر ليطلع وليام نون بصريح العبارة اول شي الشارع نعم تانيا الرأي العام تالتا كان فيه مساعي جدية من اللواء صليبة اللي تواصل مع القاضي كذا مرة رابعا من كل الناس اللي كانوا موجودين طبعا بكركة كان إلا دور أساسي ودور رئيسي حدثك كنت مدعوم من والدك كمان بهذا التحلق بطبيعة الحال والدي يعني شخص مع هيدا القضية المحققة ومع كشف الحقيقة عن انفجار مرفق بيروت أكيد والدي معي وبنصرة أي مظلوم وليام وغير وليام مفت الجمهورية بعلاقة الشخصية فيه بعلاقة والدي هو شخص داعم بهذه القضية أكيد للآخر بمحل نحن بلبنان وهذا شيء بدي أحكي عنه حاليا لأول مرة صراحة كان شيء مزعج دايما بوقعنا بلبنان هو واقع طائفة فدايما كان بالبداية كان فيه سؤالان أنه اليوم الشيخ نزل على بيروت كرميل وليام كان الأجدر أنه كمان يفتح موضوع الموقفين الإسلاميين أنا بس يعني عبر شاشتكم الكريمة بدي وصل أنه أنا بخطب الجمعة بجبال أول من طالب حل ملف الموقفين الإسلاميين والظلم وتعطينا كتير وقربنا كتير على الملفات وتعطينا بهذه الملفات ووجهنا كتير على هيدا على هيدا حتى البعض حكي عن التلال كمان الجريمة اللي صارت طبعا يعني عطول هاي المقارنات ما بعرفش كيف تطلع هيك فجأة لألك لاش تفتقد إلى المواطنية وتفتقد إلى كونك شخص وطني تنتمي إلى لبنان أولا هيدا حابب آخر شي هايك مع حضرتك خصوصية الجبال يعني حضرتكم ضمن الطائفة السنية تعتبروا أقلية في منطقة غالبية مسيحية كيف التعاطي بيكون معكم خصوصا كمان في تاريخ في مئات السنين وهذا الشي بيسبته وجود ثلاثة مساجد أثرية موجودة كيف عم يتم التعاطي معكم وهل بتحس حالك معني فيهم غير الشعر والنصر يعني فعليا هل بتحس حالك معني فيهم المسيحيين وهني بتحسهم أنه هني معنيين فيكم لك إذا بدك تعيش ببلد متعدد أولا أنا مخرج من مدرسة رابعة سين كورجمال فرنسيتك صحيح حبي تقافي بفرنسيتك لا لا أنا بحب تضل على لغته ثانيا فعليا لما بدك تعيش ببلد متعدد بدك تكون عارف وين أنت بتنتهي حريتك وين بتقدر تقرب وين ما بتقدر تقرب مش خوفا حفاظا على جمالية العيشة بجبال جبال تتغنى بالعيش المشترك بغض النظر أوت بتمرق بمطبيط بمطبيط كل ابنان بتروع على منحة طائفة لكن هي منحة منحة طائفة ما بتمثل كل الناس يعني ما فيك أنت اليوم إذا صار إشكال أنت وأي شخص بجبال أو صار خطأ بينك وبين أي جهة بجبال صار في سوء تفاهم ما فيك تشمل بالعموم يعني إحنا في لبنان صارنا بنحكي المسيحيين المسلمين الدروز الأرمن ما فيك تشمل لكل قضاء جبال كبير يعني فيه تقريبا 83 أو 84 ضيعة من المغلط ما فيك تشمل كل الناس إذا أنت صار فيه اشتباك سياسي أو صار فيه مطب بينك وبين فريق معين ما فيك تجي توسع تقول كل المسيحيين لا بالعكس أنا رفقاتي كل وحدتك مش أول قضية هاي بتفوت فيها حتى وقت الثورة كنت كمان دعم للثورة وشفناك أنا كنت فوق ببكركي كمان شفتك موجود فوق ببكركي صحيح يعني علص سقف البطريارك الراعي وقته ودعه إلى الثورة ودعه إلى الحيات كمان تتبنى هايدي المطالب بكركي إلى رمزية عنا بالبيت لأنه لما استشهد الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية غبطة البطريارك بوقتها بسبب التهديدات ووالدي حينها أيضا بسبب التهديدات والضغوطات ما كان قادر يتنقل فالبطريارك فتح أبواب بكركي ودعي والدي أن يكون موجود حده بالتعازي أضف إلى ذلك الصداقة والعلاقة الشخصية مع غبطة البطريارك وغبطة البطريارك الراعي اللي كان كمان لمدار عشرين سنة نساتوا سوا بهاي الأزمة الأخيرة بأزمة التوقفات لا ما صار لكن بطبيعة الحال نحنا على نفس الموج نحنا الهدف واحد شكل تكامل أبكركي ما عنده طموح سياسية ونحنا ما عندهش طموح سياسية الهدف هو نصرة المظلوم البعض قال ممكن أنت عم تحاول تعمل دور لألك لك ده كلام كلام صغير يعني عطول اللي مأثر بيحب طبعا اللي بيشتغل يقوس عليه اللي بيأثر نحنا منقله عنا هذا عمله القاعدين من النساء يعني المرأة اللي بتبقى صغير عندها مصيبة ببات وقارب البيات عم تنضب حظة مثله مثله بصير نحنا ما كان فيه تنسيق أبدا والرجل طبعا لكن دائما نحنا المواقف متناغمة مش كرمال مش كرمال الناس ولا كرمال المجتمع لأ لأنه في قناعة بهذا الموقف اللي أنت عم تاخد اليوم واقف حد شخص مظلوم بغض النظر لأي أنت مأسياسة لو صار نظلم شخص شيعي كنت رح واقف حده ولو نظلم شخص مسيحي شخص روم شخص أرمن وكل الناس بتعرف أنه أنا وقفت إلى جانب كافة الناس المظلومين وأكيد هذا الشيء بينسحب على كل المناسبات الأعيال بكل المناسبات طبعا يعني فوق دائما نموذج خلا نقول لكن الجو اللي بشكل بجبال برجع أبعد لك أنا ربيط بالمدرسة رفقات اللي حوالي كلهم اللي أكلوا وشاربوا نايم ببيتهم مسيحيين واللي هني أكلوا أصلا عندك بشيء جديد ويليام ببيت ويليام مثل ما بقوله بتكفى القضية من شهيد إلى إلى الأخ يعني أنا اللي كان صديقي هو جو وانتقلت الصداقة إلى ويليام كمان ومش بس ويليام يعني كل أهالي ضحايا أنا بعتبرهم أهلي وناسي وواجبا بتحب تقول شيء أخير للناس بحب أقول شغلة وضح شغلة أكيد بحب أنه إن شاء الله شعبنا يقدر يطلع من التبعية السياسية إلى المواطنية والأصل اللي هو لبنان إن شاء الله نقدر نوصل لنتيجة إن شاء الله نقدر أول مرة نكسر البروتوكول والقاعدة وأضيب هيدا الحجم نقدر نوصل فيها لخاتمة سعيدة مع العلم أنه أنا ذكرت بخطبة الجمعة أنه ملف تحقيق انفجار مرفق بيروت ما رح يوصل لنتيجة وإذا وصل لنتيجة ما رح تكون عادلة للناس إن شاء الله اللبنانيين توع بس توع الناس والعالم اللي متبع السياسيين بتقدر توصل لشعب عنده مواطنية وبالتالي تقدر توصل لشعب هو سيد قرار نفسه أنا بدأت شكرك على هيدا شكرا كثير لك إمام جبال الله يخليك شكرا لك أحمد اللقيس وسلبنا كبين عوالدك المفتي الله يطول بعمره شكرا كثير لك الله يخليك بها الهمة لأنه عن جد نحن بحاجة لأصوات مثل حضرتك ولناس مقدامة مثلك بكل المناطق اللبنانية وليس فقط بجبال أهلا وسلم عبر هنا لبنان إذن مشاهدينا الكرام يعني ضمن سلسلة من اللقاءات الخاصة اللي حنجريها لاحقا كان هذا اللقاء الأول مع الشيخ أحمد اللقيس دايما تابعوا هنا لبنان إلى اللقاء